أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الصحافة الوطنية والواعية في مملكة البحرين جسدت منذ نشأتها قوة في المجتمع ومنبرا حرا للتعبير عن الرأي والفكر وشريكا فاعلا في الحفاظ على المجزات والمكتسبات الوطنية من خلال دورها التنويري الملتزم بمثل ومواثيق مهنة الصحفة وشدد سمو في رسالة وجهة إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم غد الثلاثاء ويقام هذا العام تحت شعار الحق في الحصول على المعلومات والحريات الأساسية هذه حقوق لك شدد على أهمية أن تكون الرسالة النبيلة لمهنة الصحافة أكثر إسهاما في جهد الجهود وتوجيه الطاقات والموارد نحو ما يختم المجتمع ويعلي من شأنه من خلال التمسك بأخلاقيات الصحافة التي تقوم على الصدق والموضوعية في الطرح والتحليل لمختلف القضايا وتقبل أي رأي مخالف يخدم تحولات المجتمع والوطن وأكد سمو أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة تشهد أجواء رحبة من حرية الرأي والتعبير كفلتها نصوص الدستور والقانون وأسهمت في أن تكون جميع وسائل الإعلام سواء التقليدية أو الجديدة منها منابر مفتوحة للتعبير عن الرأي ومناقشة كل ما يرتبط بالشأن العام بلا حدود ودع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أهمية الحرص على ما يوحد الصفوف في بناء مجتمع معرفي يعزز من قيم السلام والتعايش والمحبة بين أبناء الوطن وأكد سمو أن حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين مكفولة للجميع دون قيود طالما كان ذلك في إطار من الحرية المسؤولة التي لا تهدد التماسك المجتمعي أو أمنى واستقرار المجتمع ولا تسيء للمؤسسات والأشخاص وأضف سمو أن الصحافة البحرينية ذات تاريخ عريق أرسته أجيال متعاقبة من الصحفيين الذين قدموا بأقلامهم وكتاباتهم عطاءات كان لها تأثيرها في بناء مجتمع بحريني مثقف ومتفاعل مع كل ما يرتبط بقضايا الوطن والأمة وقال سموه أننا نعيش في عالم يشهد تحديات جمة وعلينا أن نعمل جميعا على حماية أوطاننا وتسخير منابرنا الصحفية لغرس وتعزيز قيم الانتماء الوطني والتوجيه إلى كل ما هو نافع لدفع مسيرتنا التنموية مؤكدا سمو أن مملكة البحرين تواكب خطوات العالم في تقدمه السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني وأنها نالت نجاحا في مختلف هذه الجوانب وحققت فيها العديد من المكاسب وسنعمل على نموها من أجل حياة مليئة بالحرية والتطور والانفتاح وأضاف سموه أن المواقف الجسورة والمستنيرة التي وقفها رجال الصحافة والإعلام وكتاب الأعمدة في مختلف الظروف التي مرت بها البحرين كانت مقدرة من الجميع لما لها من تأثير بالغ في تنوير المجتمع وأعرب سموه عن اعتزازه بالصحفيين البحرينين الذين ضربوا أروع الأمثلة بأقلامهم وكتاباتهم في حب الوطن والدفاع عنه أمام كل محاولة التشويه وقال سموه هذا هو عهدنا دائما بهم ونفتخر بما يطرح له من أفكار غايتها نهضة الوطن وتقدمه وقال سموه أننا نتطلع في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن نملك المعرفة التي يشمل تأثيرها في إحداث تطور المجتمع وتنويره عبر الازدهار الإعلامي الذي يشهده العالم